وعلى صعيد قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب استعرض رئيس السيسي في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب مشيرا إلى إنشاء مصر مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كما أشار رئيس السيسي إلى أن المباحثات تنولت أتعون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وكذلك تجمع الكوميسة الذي ترأسه مصر حاليا تنولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب والتي تشكل تحديا حقيقيا لعملية التنمية في إفريقيا واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب كما نواهت إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب مشيدا في المقابل بالجهود الرواندية في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا وقد تبدلنا كذلك وجهات نظر حيال مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة ولقد تنولت كذلك خلال مباحثات مع رئيس كجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وكذلك تجمع الكوميسة الذي ترأسه مصر حاليا وتوافقنا على أهمية الإسراء بناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية وتفعيلها تفعيلها